اشتركوا في القناة او احراك حرب احنا دائما نحاول ان في الخرائط العالمية تكون الخرائطة كاملة لان هذا هو المنطق وهذا هو الواقع وهذا هو الحق يعني تكون الخرائطة المغرب كاملة حتى في القنوات القنوات الرسمية دوال او خاصة القنوات الرسمية ممكن يعني نعرف الموقف الدولة من مغربية الصحراء من خلال نشرة اخبار يعني الدولة او خاصة القنوات الرسمية هذه الدولة مثلا دارت خرائطة المغرب بدون الصحراء فعند ايضين نعرف ان هذه الدولة لا تعترف ان الصحراء مغربية و انا كنت دائما كنت تكلم عنه و كنت شرط و جهتني نداء الناس انهم يحاولوا يصنعوا خريطة المغرب كاملة خريطة العالم و يضعها في اي موضوع فا اي واحد يقلب على الخريطة يكتب خريطة المغرب او خريطة العالم يطلع له الخريطة اللي فيها صحراء المغربية و وحدة ترابية المغربية كاملة انا بحاجة الى شرط الانزال انزال الخرائط يعني اي واحد يصنع خريطة و ينشرها يتكلم على اي موضوع يتكلم على الفجلي يتكلم على المشاشي يتكلم على القنيات اي مهم المواقع البحث في جوجل تعمر بخريطة المغرب بان احنا كنا نعرفوه بثبت العالم يعني بثبت الكتاب او المعدين ديالبراميج في العالم كيبغيمت ان انشاء خريطة المغرب كيبشي لجوجل يعني كتطلع له لقى هذه خريطة ديالالعالم و فيها صحراء كتطلع له لا لا و الى اخرى و خصصا ان احنا يعني غير ناشيطين بثبت في تسويق القادية للسحراء المغربية وهذا يجب ان نعترفوه بها و خصصا الآن من الى هنا نعود نفكروا واحد استراتيجية جديدة باش ننسوا القادية ديالنة في العالم فممكن تفهموا ان العدو ديالك يمشي يحط الخارطات المغرب ناقصة ممكن هذه مفهومة خصم يعني ان يأتي الخصم لك حتى خارطة المغرب لم يكن منطقية شوية لكن الغريب ان يأتي ولد بلادك و ليس أي ولد بلادك مؤسسة رسمية الدولة و يقعوا هذا الخطأ الفاتح لانه اما يديروا المغرب بدون سحراء او لا يحيدوا المناطق العازلة التي تسمى مناطق العازلة هي مناطق مغربية سلمها المغرب الأمم المتحدة والآن المغرب المراجعة التي ترجعها تلك مناطق مغربية يعني المناطق التي وراء تلك الجدار الأمني العازلة و نحن سبقنا رأينا الخطأ فادح لدار حزب الاستقلال متمثل في الجريدة العالم الذي انشر خارطة المغرب بدون سحراء تخيلوا معي حزب الاستقلال حزب الاستقلال انشر خارطة المغرب بدون سحراء في مقال في جريدة العالم مخدمعتي دار اليوم واحد الأخ سكن في كوريا الجنوبية في كوريا الجنوبية وتحياتي الناس في كوريا الجنوبية لا الكوريين ولا المغربة المقيمين و انا ان شاء الله هذه البلاد سأتحمق لنا كوريا الجنوبية و سنزورها على مقارب هي امريكا ان شاء الله ف صفتي واحد واحد الايميل او واحد الميساج صفته لي في الواتساب قال لي كوريا السلام عليكم أخي يوسف كيف حالك انا مقيم بكوريا الجنوبية اذا بي اتفاجأ بهذا المنشور في الصفحة الرسمية في الصفحة السفارة المغربية بسيول سيول هي العاصمة الكوريا الجنوبية هذا هذا واحد سيد مواطن مغربي مقيم بكوريا الجنوبية في الصفحة الرسمية لا يوجد شيء في الصفحة الرسمية لكن ما يوجد أنه تفاجئ لقاء المنشور هذا و يعني اديال السفارة السفارة المغربية يا باد الله السفارة المغربية في كوريا الجنوبية دائرة يعني منشور يريد أن تتحدث عن التقافة المغربية لكن يريد أن تتحدث عنها هنا في الخريطة المغربية سيقوم بأن تلك المناطق التي وراء الجدار الأمني العازل لا يوجد المناطق التي تتحدث عنها صنداليسة هي صنداليسة مناطق محرارة لا يوجد لذلك لا يوجد لذلك لا يوجد مشكلة يعني لا يوجد شيء لدي المقيمين على القنصرية في كوريا الجنوبية لا يوجد شيء لا يوجد السفير لا يوجد لا يوجد موظفين لا يوجد هذا المنشور لا يوجد شركة لا يوجد السفارة لا يوجد هذا المنشور قبل أن ينشر هذا المنشور هذا المنشور خطير هذا المنشور و أنا كنشد كنشد و كنطالب سيناصر بوريتا عندما يدخل ورى هذه القضية لأن هذا خطير هذا المنشور لا يوجد من مغربة أمني من مؤسسة الدولة و في دولة أجنبية كاريتا عظمى فكتب لي الأخ قال لي شكرا أخي يوسف أنا مهتم بالثقافة لكن المشكل الكبير أن السفارة تسوق خلطة المغرب بدون المناطق العازلة كل كوري تلاقيت به خاصة نشرح لي بللي السحرات المغربية جزء من المغرب ده بس سفارة ضربات لي نكون شي في الصفر يلا مليون مليار من راقلتها لكم قلت لكم كانوا مسؤولين لا ترى المستوى ذي الحادث لا نقاش في أول أجدال ف تحية الأخ الصديق المقيم في كوريا الجنوبية المواطن المغربي الحر ونحييه على هذا الغيره على بلاده وعلى وطنه ونتمنى أن هذا الفيديو تشارك ونشره وعلى أوسع نطاق لتوصل للسادة المسؤولين في وسادة الخارجية وعلى رأسهم سناصر بورطة لكي يرى هذه القادية لأن هذه القادية ليست خطيرة كثيرا تعياتي لكم وأنا نعود في فيديو جديد شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر